السلام عليكم ورحمة الله هذا هو هاتف One Plus A3V طبعا هذه النسخة الصينية من هذا الهاتف النسخة العالمية راح تأتي تحت مسمى North 4 طبعا بمعالج سناب دراجوين 7 Plus الجيل الثالث راح يكون هناك ترقية كبيرة عن هاتف السنة الماضية النورد 3 بمعالج أسرع وشاشة أفضل وبطارية أكبر وسرعة شحن أكبر بالإضافة إلى سرعة تخزين أحدث USF 4.0 طبعا ما راح أحرق عليك كل التفاصيل راح نشوف المراجعة لذلك خلينا نبدأ ولكن بالبداية إذا كنت تشاهدني لأول مرة فأحب أقدم لك نفسي أنا علي سهيل وهذه مراجعتي الكاملة لهاتف One Plus North 4 بسم الله نبدأ خلينا نفتح الصندوق مع بعض طبعا هو هاتف One Plus مميز بصندوق أحمر هذا هو هاتف One Plus A3V سيصل الشرق الأوسط تحت مسمى North 4 النسخة الموجودة لدينا برام 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت خلينا نستعرض محتويات العلبة حيث يوجد هذا الصندوق الصغير الذي يحتوي على كتيبات ورقية واستيكارات One Plus بالإضافة لدبوز سيم كارد والغلاف البلاستيكي باللون الأسود والهاتف خلينا نضعه على جنب وأيضا كبل الشحن باللون الأحمر من نوع USB Type-C والشاحن الذي يأتي بقدرة 100 واط هل نرجع للهاتف ونستعرض التصميم؟ يوجد لدينا هذا المبلون المميز مع تصميم بسيط مع كاميرتين التي تأتي بشكل عمودي مع الفلاش المزدوج وشعار One Plus بالمنتصف مع ظاهر من الزجاج مع إطار من البلاستيك للأسف والذي يحتوي بالجانب الأيسر على زر التشغيل وعلى أزرار رفع وخفض الصوت والإطار يأتي بشكل مسطح على الهاتف ميكروفون عزل الضوضاء والأي آر لأشعة تحت الحمراء ومكبر الصوت الثانوي الجانب الأيمن يحتوي على زر المنزلق للوضع الصامت الذي ينتقل لثلاث انتقالات وأسفل الهاتف يحتوي على مكبر الصوت الرئيسي ومدخل الشحن وميكروفون المكالمات وفتحتين بطاقتين سيم كارد نلاحظ أن إطار الكاميرات بالخلف بارز قليلا والإفلاح شئت بحجم الكاميرات بشكل دائري وبمقارنة هذا الهاتف مع هاتف العام السابق نورد 3 نلاحظ اختلافات كثيرة حيث يكون أكثر سمكا 8.47 مم مقابل 8.1 مم لهاتف نورد 3 وهو أثقل قليلا 200 غرام مقابل 193 غرام لهاتف نورد 3 وأعتقد أنه بسبب حجم الوطارية الأكبر بالإضافة إلى وجود معيارية مقاومة الماء والغبار IP65 في نورد 4 مقابل IP54 في نورد 3 وأيضا وحدات الكاميرات أصبحت برأي أجمل من السابق طبعا قبل ما أبدأ باستعراض التفاصيل الهاتف هناك هاتف يأتي أيضا تحت مسمى ونبلاست نورد 4CE ومواصفاته الفنية أقل من الهاتف الموجود لدينا والآن خلينا نعرف مواصفات الشاشة وهي عبارة عن لوحة أمولد جميلة بمقاس 6.74 بوصة بدقة 1.5K بأبعاد 1240 في 2772 مع عدد بيكسلات 450 بيكسل في البوصة الواحدة ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز بالإضافة إلى معدل سطوع يدوي يصل حتى 2150 شمعة ومعدل سطوع تلقائي 1100 شمعة صحيح أن حجم الشاشة هنا لم يتغير عن سابقه وأنها ليست لوحة التي بي او ولكنها تقدم ترقية كبيرة عن شاشة نورد 3 بالإضافة إلى أنها ستحصل على ميزة اللمس حتى عندما تكون الشاشة مبللة بالماء والتي رأيناها في جميع هواتف فون بلاس هذا العام وأيضا بسمة الشاشة تكون بالأسفل على عكس هاتف فون بلاس 12R ولكنها تعمل بشكل جيد وهي سريعة الاستجابة وعندما يتعلق الأمر بمشاهدة الأفلام يأتي الهاتف مزود بقراط صوت استيريو مزدوجة ولكن لا يوجد دعم دولبي أتموس للأسف وأتمنى أن تصل في النسخة العالمية دعم خاصية دولبي أتموس والآن حانا وقت الأداء الفعلي للهاتف بالنسبة للمعالج حيث يعتبر هذا الهاتف أول هاتف باستخدام مجموعة شرائح سناب دراجون 7 Plus أجيل الثالث والتي تعاد خليفة لسناب دراجون 7 Plus أجيل الثاني التي رأيناها فقط في هاتف بوكو F5 وهو من تصنيع شركة TSMC التايوانية حيث يأتي بدقة 4 نانومتر وهي نفس دقة تصنيع معالج سناب دراجون 8 أجيل الثالث ويأتي المعالج بثمان أنوية على الشكل التالي نواء واحدة Cortex X4 بسرعة 2.8 جيجا هرتز وأربع أنوية Cortex A720 بسرعة 2.6 جيجا هرتز وثلاث أنوية Cortex A520 بسرعة 1.9 جيجا هرتز ومعالج رسوميات أدرينو 732 والذي يقدم تحسين عن الجيل السابق بحوالي 45% تقريباً مع رامات 12 أو 16 جيجا بايت من نوعية LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا بايت من نوعية UFS 4.0 وهما الأحدث أما عن الاختبارات المعيارية فقد حصل هاتف نورد فورد أو AC3V على أكثر من 1.437.000 نقطة وكان أداؤه أفضل هنا من هاتف بوكو X6 Pro ونورد 3 من العام السابق وفي اختبار Geekbench 6 في اختبار النواة الواحدة كان أداؤه أفضل من جميع الهواتف السابقة ولكن بالأنوية المتعددة لم يحقق أداء جيد وكان أداؤه أقل من الهواتف الأخرى وأيضاً باختبار Geekbench 6 ولكن هذه المرة للGPU وحدة المعالجة المركزية فقد تقدم بشكل واضح على منافسه وهذا دليل على أن معالج رسوميات أدرينو 732 قد تطور بالنسبة كبيرة أما في اختبار الاختناق الحراري لم يكن الاختناق الحراري بنفس القدر الذي حدث في هاتف نورد 3 من العام السابق لذلك فهو جيد وفي اختبار 3D Mark كانت نسبة استقرار الهاتف جيدة جداً عنده 3.8% كما أنه يظل بارد جداً ولم يتجاوز أكثر من 40 درجة إلا مرة واحدة خلال اختبار 3D Mark والآن وصلت لمنتصف الفيديو تقريباً إذا عجبك النصف الأول أتمنى منك تتابع معي النصف الثاني وأيضاً أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس ولا تنسى تضغط زر الإعجاب لأنه هذه فيدى القناة كثيراً وتتابع معي الشرح حتى النهاية خلينا نكمل خلينا من الاختبارات المعيارية وخلينا ننتقل لاختبارات الحقيقية وراح نجرب أحدث لعبة وهي لعبة Call of Duty Warzone شباب هذه اللعبة ضخمة جداً وتحتاج متطلبات قوية خلينا نتأكد من الأعدادات طبعاً راح نضعها على أعلى أعداد وخلينا نبدأ باللعبة ولكن قبل ذلك خلينا نضع الهاتف على وضع اللعبة على الحد الأقصى بصراحة يا شباب الحد الأقصى أو الوضع الأقصى بهذه اللعبة رائع جداً خلينا نلعب قليلاً ونعطيكم نتيجة اللعب بعد اللعب لمدة 10 دقائق والآن بعد اللعب لمدة 10 دقائق تقريباً كانت درجة حرارة الهاتف معتدلة جداً عنده 40.4 درجات كحد أقصى وصل لها الهاتف وهذا أمر ممتاز ومبشر للمعالج والهاتف حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر IMX 882 والثانية للزاوية العريضة بدقة 8 ميجابيكسل بمستشعر IMX 355 والكاميرا الأمامية تأتي بمستشعر بحجم 16 ميجابيكسل ما رح أعلق على الصور الخارجة من الهاتف لأنه عدادات الكاميرات قد تختلف بالإصدار العالمي عن الإصدار الصيني من حيث لون البشرة وأشياء أخرى لها علاقة بالإصدار الصيني من هذا الهاتف ولكن راح أطيكم بعض الصور الملتقطة من هذا الهاتف وأتمنى عرف رأيكم فيها أسفل بالتعليقات أما بالنسبة لنظام التشغيل فهو كيلر أو اس 14.0 المعتمد عنها النظام أندرويد 14 ولكن النسخة العالمية ستأتي بنظام أكسجين أو اس 14 وقد وعدت وان بلاس بثلاث سنوات تحديثات نظام وأربع سنوات من تحديثات الأمنية أما بالنسبة للبطارية فهي أكبر من الإصدار العام الماضي 5500 ميلي أمبير مع شاحن سريع 100 وات سوبر فوك أما فيما يتعلق بدعم الاتصالات فالهاتف يدعم واي فاي سيكس وبلوتوث 5.4 ونف سي للدفع وإي آر للأشعة تحت الحمراء ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وإذا كنت تسأل عن نطاقات 5G فلا أعتقد أنها مشكلة في هذا الهاتف فهاتف وانو بلاس نورد 3 كان يدعم 13 نطاق 5G ولا أعتقد أن نورد 4 سيدعم أقل من ذلك أما بالنسبة للسعر فهو المفاجئة فالهاتف يأتي بالصين بثلاث إصدارات 12 مع 256 و 12 مع 512 و 16 مع 512 جيجا بايت وأقل السعر سيبدأ منه الهاتف هو 2000 يوان صيني أي ما يعادل 275 دولار تقريبا وهو أقل من سعر هاتف نورد 3 من العام السابق طبعا هذا الهاتف يعتبر ترقية كبيرة عن هاتف السنة الماضية نورد 3 وأيضا بمواصفات أفضل معالج أسرع شاشة أفضل بطارية أكبر سرعة شحن أفضل وأيضا سرعة تخزين أسرع كل هذه المواصفات رح تخليك تستعد للتغيير من نورد 3 إلى نورد 4 ولكن في نهاية هذا الفيديو أتمنى منك أنك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس وما تنسى تضغط زر الإعجاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك و أعتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله